طيب نتكلم بقى على مطش مبارح يعني طبعا أنا عارف انه ممكن اغلب الناس التفق معاه في القصة دي انه يعني ما كانش مطش عظيم والاهلي لعب على قد المباراة وحقه هدفه منها بقال لمجهود ممكن مباراة تقدر تقول عليها متوسطة المستوى اهم حاجة فيها انك انت خدت 3 بنت غير كده ما فيش كلام كتير يتقال لكن الاهم طبعا هو بداية مرحلة السعادة لكاس العالم ومسر كل الحقيقة بعد المطش قرر انه ما يديش راحة ويبتدي احنا مستفدين ان شاء الله باذن الله يوم 29 للمغرب عشان نستعد للقاء اوكلين سيتي يوم واحد النهاردة كان فيه تمرينة الصبح راجل طبعا اتكلم في البداية ادى محاضرة لعيبة كده طبعا طالب فيها كل العناصر في الفريق انها تركز وانها تستغل الفرصة احنا رايحين طبعا زي ما حدثكم شايفين كده لقطات من تمرينة النهاردة بالمناسبة عايز اقول لك ياسر إبراهيم ومنعم محمد عبد المنعم كامبس شاركوا في تمرينة النهاردة وده طبعا خبر يعني مهم جدا عدم مشاركة كهراءة مبارح مش لوجود اصابة او لقدر الله اجهاد لكن الراجل يعني قال يريحه او يعني يفضل ان هو ما يخطرش بيه وخصوصا طبعا مع تقلق شريف يعني شريف اللي احنا نعرفه رجع مرة تانية جاب جول حلوة او مبارح مرعونة عطية بحقية مبارح ورده عامل جيم تحس انه اللعيب ده مش جديد على الاهل تحسوا فيه يروح الفنالة الحامرة في الجينات فعمل جيم كهاز جدا برونو سافيوت مرة مفيش حد يعني يغاب عن التمرينة باستثناء هاني وحسن الشحات كانوا موجودين في الجيم هو الشحات يمكن في مطش الزمالك كان اشتكى كده من ألام خفيفة في الرجبة وهاني اشتكى برضه من بعض الألام موجودة في عدد السمانة يعني اتعمل لهم برنامج تأهيلي ومشاركوش في مطش مبارح والنهاردة كانوا موجودين في الجيم لكن اكيد ان شاء الله بإذن الله مفيش مشاكل يعني ما عندهمش مشاكل وبإذن الله يكونوا جاهزين لمبارات اوكلين سيتي سابيو موجود بالتالي الاهلي ان شاء الله بإذن الله رايح او مسافر المغرب بإذن الله فول سكواد طبعا انتوا عارفين كريم وأكرم الاتنين بره الحسابات نتمنى ان شاء الله يرجعوا بالسلامة بيرسيتاو ظهر مبارح من قبله طهر محمد طهر السلية ظهر مبارح فالحمد لله الحمد لله تقدر تقول كده انه مستشفى الاهلي ليس كامل العدد يعني طبعا بعد اصابات كتير وغيابات كتير في مبارات الدربي في مبارات الزمالك سكواد الاهلي بيرجع الحمد لله تقريبا احنا راحين المغرب فول سكواد فبالتالي ان شاء الله بإذن الله تكون كل أوراق كريستو فانا شخصيا مراهن على الولد ده يعني اتمنى ان شاء الله بإذن الله انه ياخد فرصة ويكون قدها ويثبت للجميع لانه لعيب الحقيقة عنده شخصية وعنده إمكانيات وعنده سرعات وعنده مهارات فتقدر تقول انه ان شاء الله بإذن الله يكون واحدة من أهم أوراق الاهلي في الفترة اللي كايت